تأهل المنتخب الأولمبي لكرة اليد الوطني إلى ربع نهاي أولمبياد باريس بفوز على النرويج بنتيجة 26-25 في المباراة التي جمعت المنتخبين في الجولة الرابعة من دور المجموعات وحقق المنتخب الوطني الفوز الثالث في المجموعات بعد الفوز أمام المجر وخسارة أمام دينمارك ومن سمى التعادل أمام فرنسا والفوز أمام النرويج ووصل المنتخب الوطني للنقطة الخامسة في المجموعات ليتأهل بشكل رسمي لربع نهاي